اشتركوا في القناة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بتوحيده ثم ثمى بذر الوالدين اتق الله عز وجل في أبيك عند المشيف والكبر فرحم ضعفه واجبر كسره وكن إلى جواره ولزم قدمه فإن الجنة ثم قال سبحانه وتعالى إما يبلغا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقال صلى الله عليه وسلم رغم عنه امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة قل آمين فقلت آمين فحمد نعمة الله عز وجل عليك إذ متع ناظريك بوجود والديك واغتنم هذه الفرصة خاصة إذا كان الوالد ضعيفا فقم على حالته وقضي حوائجه وفرج كربته وكن إلى جواره فإنه فرض لازم عليه مقدم على النوافل مقدم على حلق الذكر ومقدم على مجالس الصالحين إذا كانت على سبيل النفل ولم تكن واجبة ولذلك ما تقرب العبد إلى الله بشيء أحد إليه من ما افترض عليه ابدأ بوالديك قال يا رسول الله أقبلت من اليمن أبايعك على الهجرة والجهاد يريد أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من أجله وذلك يكون تحت ظله يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيي الوالدات قال نعم قال ارجع إليهما فأحفن صحبتهما وفي رواية قال يا رسول الله أقتلت من اليمني أبايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبوايا يبكيان قال أتريد الجنة قال نعم قال ارجع إليهما فأضشكهما كما أبكيتهما وأحسن صحبتهما ولك الجنة فذر الوالدين فرض لازم ينبغي على المسلم أن يبدأ به قبل النوافل والطاعات فابدأ بنفسك وبين تعود وارحم ضعفه وارحم كبره كن مع الوالدين لا تسأم ولا تمل ولا تتعب ولا تضجر فإنك تخوض في رحمة الله جل جلال كل لحظة وأن في جواره تدخل السرور عليه تذهب الوحش عنه بأنسك برؤية وجهك كما القلوب بالوالدين تتعتش وتتألم ولكن يزول ألمها ويروى دمعها إذا طلعت ورأت أبناءها وبناتها فلذلك ارحم ضعف الوالدين والحنان والرحمة التي في قلوبهما ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم نحتضر ابنه إبراهيم دمعت عيناه عليه الصلاة والسلام فقال له الصحابة ما هذا يا رسول الله قال رحمة أسكنها الله في قلوب عباده الوالدان فيهما رحمة وفيهما حنان للولد وشوط وحنين ولو قال لك سافر ولو قال لك يذهب للدعوة فينبغي أن تكون أحرص على الخير منه الوالد قد ما يشب أن يزعجك ولا يشب أن يضيق عليه فيراك تشب السفر يقول لك سافر تشب أن تكدح وتتاجر وتذب هنا ولاك يقول لك اذهب ولكن ينبغي أن تكون فطنا لبيبا حكيما أريبا هذا الوالد في آخر عمره وبعثه ومشيدته وكبره الدنيا ثانية الدنيا تدرك ولكن بر الوالدين ما هي إلا ساعات ولحظات وقد اختار الله عز وجل والديك فتعب على أصابع الندم ولا تحين ساعة من بني فاتق الله عز وجل في والديك واشكر نعمة الله سبحانه وتعالى إذ متع عينك برؤية الوالدين من الليلة لا ينمى الإنسان إلا هو يفكر كيف يبر والديك وأول الفروض بعد تحيب الله عز وجل بر الوالدين تكون إلى جوار الوالد ولو أدى ذلك إلى انقطاعك عن بعض الدروس والوالد في أشد الحاجة تجنس معه إن كان مريضا تداويه وإن كان محتاجا إلى معونة تعينه وتساعده حتى ولو كان الإنسان يجد من والديه الأذية فإن أفضل البر وأحسنه فإن أفضل البر وأحسنه وأكمله وأجمله إذا كنت تحسن إلى الوالدين منسئان إليك وإذا كنت ترحمهما فتجد منهم الفضاضة والغضاضة ولربما تجد منهما أنهم يكرمان غيرك ويهينانك فإذا رأيت من الوالدين السباب والشتام والاحتقار فأعلم إن شاء الله أنها من بلاء القبول ما دمت أنك لا تتسبب في غضبهنا كأن يكون الوالد لا يحفظ معروفك ولا يشكر إحسانك فلعل الله بشكمة يريد أن يرفع درجتك ببركة لوالديك وأعلم رحمك الله أنها من فواتح الخير فكم من علماء وأفاضل وصلحاء بلغوا الخير بفضل الله جل جلاله ثم بيرض الوالدين وأعرف عالما من العلماء الذين بلغوا شأوا عظيما في العلم كتب ترجمته بيده يقول لا أعرف أمرا وفقا إلا هو عز وجل إليه بعد توحيده بلغت به بفضل الله عز وجل هذا العلم بعد فضل الله عز وجل مثل بري لوالدي فقد توفي وهو في النزع يدعو لي بالعلم والعلم إذا وفقك الله لبر الوالدين فكسبت منهم الدعوات الصالحة وخطفي رحمات الله سبحانه وتعالى تخرج من والدك والكف ترفع إلى الله أن الله يصعدك أن الله يوفقك أن الله يكون لك فأجشر بكل خير في دينك ودنياك وآخرك فالإنسان لا يستغل بالنوافل ويترك الفرائل كثير من طلاب العلم يجد السعانة ويجد الضيق ويجد الملو ولا يدري من أين جاءه هذا الهم والغن والنصب والتعب وقد يكون أبن قد عطاه قطي عقل إنسان والده بكلمة واحد فتغيب عليه شمس ذلك اليوم وهو من العاقين والعياذ بنا يحتاج والده إلى حاجة فيأتيك والدك الذي طالما سهر عليك وتعب عليك يبتليه الله سبحانه وتعالى بالحاجة لك والله إن الإنسان لا يكاد يذوب خجلاً حينما ينظر إلى ولبه يسألوا حاجة لو أن القلوب حية والضمائر والنفوس حية لك الإنسان يذوب خجلاً أن والده يسأل المفروض أنك لا تنتظر من والد أن يسألك ولا تنتظر من والد أن يعرض حاجته عليك أنت الذي تلبي حاجته وأنت الذي تفرج بإذن الله كربته وتسعى لتحقيق مصالحه وإدخال السرور عليه وبذر كل ما تستطيع من الخير قبل الجلسات وقبل الأصدقاء والأصحاب والأحباب بر الوالدين الواحد منا يجلس مع أصحابه وأحبابه ساعات متأخراً من الليل لا يسأل ولا يمن ولا يذجر وقد يكون في فضول من حدي ولكن بمجرد أن يجلس مع أبيه لحظة واحدة يتذمر وتجده سبحان الله يدخل عليه رجلاً من أهل الدنيا ربما لم يره فتجده يقوم من مكتبه يقضي حوائجه ويفرج كربته فإذا قال له الرجل ما هذا أشكرك على مقدم تقول هذا واجب وإذا جاء عند والدي في أبسط حاجة أو أقل معروف أعرض عنه ولربما جاء ويقضع حاجة بتذمر حتى أن الوالد يكره هذه الحاجة مما يرى من السآم والملل من ابنه فالله الله في هذه القلوب الضعيفة ارحموا ضعف الوالدين ودائماً أيها الأحدة ينبغي على الخطباء وطلاب العلم دائماً أن يذكر بعضهم بعضاً لذر الوالدين هذه فواتح رحمة هذه من الأمور التي كان العلماء رحمه الله يتفقدون فيها حتى طلابهم لا يمر فترة إلا وهم يذكرون عهد بعض المشاعر رحمة الله عليهم ما كان يجس معه طلابه كل بعد فترة إلا وهو يتفقدون لذر الوالدين يتفقدون في أمرين يقول لا أسأم منهم الإخلاص وذر الوالدين تجدوا دائماً وهو يقرأ طلابه وذكرهم بهذه كذلك الناس إن كنت في حيك إن كنت في مسجدك ذكرت فضل الوالدين وعشت بهما لأن الناس تناسب وكلما طال العهد عن النبوة كلما كان الناس فتنة ومحنة وغربة عن الدين أصبح اليوم قضاء حوائد الوالدين من الضيق والسآمة والملل حتى إن كثير من الآباء يذجرون تجد الأب تقضى حاجة لكن تقضى بدون رغبة خرج ذات مرة رجل من الأخيار وكان من خيار طلاب العلم والدعاء اتفن عني ذات يوم وقال لي أني أريد أن أخرج إلى كذا وهي قربة من أجل القربات قل له يا أخي مولدك موجودان قال الوالد موجود قلت هل أدن لك هذا الخروج قال أدن لي قلت لو كنت في رئي من الرأي فأنا أنصحك أن تبقى عند والدك قال لماذا قلت والدك كبير حتى لو أدن لك النظر أن تستحي من الله عز وجل أن تتركه على ضعف وخور في هذا العمر وتخرج تتمثل بالقاعد فقال أنا واثق أنه راب قل له تأكد والله ثلاث مرات وأنا أراجع ولكن يأب الله عز وجل وأرجو أن الرجل كان فيه من الخير والصلاح أحسبه ولا أعوذكيه عن الله فيشاء الله عز وجل أنه يقدم على ما هو طالبه من الخير فخرج فلما خرج وسافر بمجرد أن يبعد عن المدينة التي هو فيها مسافة تذكر شيئا في البيت أنه لم يأخذه معه وكان من لوازن سفر قال فرجعت فلما رجعت وجدت الوالد في حاله من البكاء والحزن والهم والغم ما الله بيعنيه قال فلما رأيت الوالد يعني لهينك حتى على الشيء الذي أنا أتيت من أجل قلت ما هذا يا والد قال يا بني ماذا أفعل رأيتك تحب هذا الشيء ولا أحبنا منعك أما تريد أما لو كان باختياري وهوائي ما أريدك أن تفارقني قال والله ما تملك إلا أن قبلت قدمه وجلس أبكي عندك الوالدان فيهم رحمة ما يستطيع الوالد إذا رأىك تريد شيء أن يصدك عنه والوالد أرحم من الوالد ما يغتر الشاب بكون الوالد يقول يذهب إذا قال إذا تقول لا لا أذهب بالأقع أجلس عند قدمك وأقضي حوائدك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فإن الجنة ثم الوالدان احتاجان إلى وفاء إلى رب الجميل إلى إحسان مهما كان لو شكت أن الوالد يقول لك إذهب إلى طلب العلم فتذهب إلى طلب العلم ولكن بقدر تجعل حاجة بين عينيك ولا تنتظر منه إذا كنت تريد الرحمة والرضوان والتوفيق من الله سعادة الدنيا والآخر فلا تنتظر من والدك يوم من الأيام أن يطلب منك شيئا أنت الذي تقضي حوائجه وأنت الذي تبادره وتسبقه إلى حوائجه نسأل الله العظيم براء رب العرش الكريم أن يكرمنا بالبر وأن يجعلنا من أهله ونسأله بأسماء الحسن وصفاته العلا في هذا المجلس المبارك أن يسبغ شعابي بالرحمات على من كان منهم من الأموات من الآباء والأمهات اللهم أفر لهم ورحمهم وعافر معفو عنهم وأكرم نزولهم وأوسع مدخلهم وابنهم عنا خير مجزة والد العوانة دي اللهم أسبغ عليهم شعابي بالرحمات واجعلهم عندك في معين الجنات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم ومبارك على نبيه وآله وصحبه